بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الجنة مثوى السؤال هل صحيح بأنه لا يجوز أن نقول في دعائنا لميت جعل الله الجنة مثوى لأن كلمة مثوى لا تكون إلا لأهل النار الجواب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد أما بعد أولا كلمة مثوى تعني الموضع الذي يقام به ومثوى الرجل منزله والمنزل قد يكون خيرا وقد يكون شرا على صاحبه في الدنيا والآخرة قال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ربي أحسن مثواي فكيف يوصف المثوى بالحسن لو لم يكن له معنا إلا معنى السوء وروا الإمام الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخت زينب رضي الله عنها أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال فلما سلم صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه أكرمي مثواه وهذا هو موضع الشاهد ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له فالمثوى قد يكون للتكريم وقد يكون للإهانة والتحقير والتعذيب وقال تعالى حكاية عن قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال صلى الله عليه وسلم المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام رواه الإمام الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا في الترغيب والترهيب فكلمة مثوا تعني المنزل ثانيا روا بن السني في عمل اليوم والليلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولي الليل في النهار وتولي النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب لما أراد الله أن ينزلهن تعلقنا بالعرش قلنا ربنا تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك فقال الله عز وجل بي حلفت لا يقرأنك أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه وهذا هو موضع الشاهد لا يقرأنك أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على مكان منه وإلا أسكنته حظيرة قدسي وإلا أسكنته حظيرة القدس وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم سبعين نظرة وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة وإلا أعثته من كل عدو ونصرته منه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت وهو حديث ضعيف وعلى هذا فكلمة مثواه تعني المنزل والمنزل قد يكون خيرا وقد يكون شرا وإن ذكر الله تعالى كلمة المثواه في حق أهل النار فهذا لا يفيد بأن كلمة مثواه لا تعني إلا نزل أهل النار والقاعدة البلاغية تقول الاقتصار لا يقتضي الانحصار فعندما تقول خالد هو القائد وتحصر صفة القيادة فيه فهذا متح يعني اقتصار القيادة في خالد ولكن هذا لا يقتدي أن القيادة حصرت فيه وليس لأحد هذه الصفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين